الخبر اللي لسه زميلات العزيزات كانوا بيتكلموا عنه أو بيقرواه وهو القمة المصرية الأوروبية وترفيع مستوى العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة طيب لازم عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة تدي الخبر ده حقه حقه يعني ايه؟ حقه يعني لازم تبقى فاهم كويس جدا أنه أعلى مستوى من العلاقات ما بين الدول هو العلاقة الاستراتيجية الشاملة شراكة استراتيجية شاملة ده أعلى مستوى بتوصله الدول في علاقتها مع بعضها البعض احنا كان من زمان عندنا اتفاقات شراكات ما بيننا وما بين الاتحاد الأوروبي لكن لم نصل إلى هذا المستوى إلا من خلال هذا التوقيع واللي تم النهاردة في هذه القمة المصرية الأوروبية ده كده واحد اتنين هتلاقي أنه جزء من هذه القمة هي الحزمة الاستثمارية اللي هيتم توقيعها بإذن الله سبحانه وتعالى ما بين مصر وما بين الاتحاد الأوروبي واللي بتزيد عن حوالي 7 مليار دولار واللي نبدأ نشتغل عليها بداية من النصف الثاني لسنة 2024 وده برضو احنا هنا بنتكلم على حجم استثماري ضخم ما هوش قليل ليه ضخم عشان برضو تبقى فيها طبعا ما فيش حاجة بقت يعني ايه بنقدر نصفها بالضخمة بعد الاتفاق الرائع اللي اتعمل في رأس الحكمة لكن اقدر اقولك انه حجم الاستثمار الاجنابي المباشر في 2023 اظن كان تقريبا 10 مليار او يزيد قليلا يعني فلما يبقى في عندي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي تقريبا اظن ب7 او 7.6 من 10 تقريبا يعني هنراجع مع بعض الرقم دلوقتي فاحنا هنا بنتكلم على اتفاق واحد ايضا كبير لو حضرتك جيت بسيط على حجم تدفقات الاستثمار الاجنابي المباشر في مصر 20-24 طبعا هو اضعاف ما تم في 23 وده بالمناسبة يقولك انه كل ما كان يتعلق بتحليلات غير دقيقة بشأن الاقتصاد المصري وعدم جذبيته وعدم قدرته واصل التعصر واصل المشعار في ايه فانجوش كل اللي حضرتك سمعته من الاخوان وازنابهم ومش عايز اقول اي حاجة تانية عشان احنا في رمضان متعلقة بالسلاسي الواقح اللي في انجلترا ده طلع اي كلام الناس بي كلها توقعت ايه ل20-24 يعني الحمد لله ان ربنا ما قدر لناش ده وقدر لنا الخير كله توقعت ان مصر هتبقى غير قادرة على ساداتها توقعت على ان مصر لن تخرج من الازمة الاقتصادية توقعت على انه هتبقى ازمة اقتصادية شاملة وسوف تفعل وتؤدي وكل الكلام الفارغ اللي تقال كل ده تحطم على سخور استثمارات اجنبية مباشرة زي ما حضراتكم شايفين مع راس الحكمة اللي جاي بازن الله مع الاتحاد الاوروبي اللي حاصل في توقيع البرتوكول اللي ما بيننا وما بين الصين عشان المنطقة الصناعية اللي على البحر المتوسط لازال هناك زي ما يتقالك كده في البايبلاين لازال هناك في الطريق العديم الاتفاقات الاستثمارية قد يكون في شرم الشيخ زي ما كلنا بنتكلم وكلنا عارفين والحديث عن راس جميلة قد يكون هناك اتفاقات اخرى في منطقة العين السخنة قد يكون اتفاقات اخرى على سواحل البحر الاحمر مش في جنوب سيناء زي العين زي قصد شرم الشيخ الى اخره ولا زال لدينا الكتير باذن الله سبحانه وتعالى في هذا العام عشرين اربعة وعشرين وتذكر انه هذا البرنامج فريق البرنامج مزيع البرنامج قالوا لك انه نصر بدل المرة تلت او اربع مرات اربعة وعشرين هو عام الانفراجة طيب